السلام عليكم خوتي وقوتاتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي تسمحونا بزيف خوتي اليوم بداني يكمش ثلاث فيديوهات مثل عادة بداني لكم فيديوين لأنه الله غالب رانا مراضة ولكن مقدروش نخلوكم لأخبار طبعا في هذا الفيديو رح تشوفوا خبير صهيوني يهدد المغرب وأيضا أيضا يهدد الماكة قولهنو معلاها ضكا ما كونش تساعدو فينا ولو كانوا متدعموناش الآن راكم راح تندموا ندمة أمركم مددمتها في حياتكم لماذا؟ قلوهم لأننا سنفضاحكم كلكم هذا الأمر كشف الكثير من الفضائح بخصوص المخزن وبخصوص أيضا حركة الماكة الانفصالية واللي راح يقولوا لي بالليا ودي تارك الدير هكذا خاش متحبش القبيل خالتي أنا في الاعتقاد التاعي أن الجزائيين كلنا أصلنا أمازيغي طبعا كان اللي تعربوا كان المازيغي هذرو الأمازيغية أما بخصوص العرب فمؤخرا المواقف العربية ولت ما تخلينيش تفتخر أني نكون عربي مثل هذا الفيديو تاع هذا الحيوان السعودي اللي عينيه شبه العيون الشياطن ويعني ترجمونه حتى الكلام بتاعه بالإنجليزي وهذا الصهاينة ترجموه بلو لأنه على بينهم بلو يقول حاجة تفيدهم وقلهم بللي يا نيتونياو الله ينعلك على ما رميتش قوم بلو نووية على الفلسطينيين وقعد يقولهم توما الفلسطينيين ما تقومش أرض وذيك الأرض الإسرائيلية أمر مخزي لكن طبعا هناك الكثير من الأخبار المهمة التي تخص الجزائر أيضا فكما لبلكم قناتنا هذا هو المركز التحياني ومركز اهتمامها الجزائر الجزائر لا يرح تسامح إسبانيا ولكن لماذا؟ لأن مواقفها كانت مشرفة تجاه القضية الفلسطينية أيضا دولة عربية كانت مطبعة مع الكيان الصهيونية قامت بقاطح العلاقات مع الكيان الصهيونية وفي مسكم الإجابة شكون خاتي الإمارات، المغرب، الأردن، ولا مصر وأيضا البحرين خبرونا لكم في تاريقها زي ما شكونوا من هذه الدولة التي قطعت العلاقات لنقاذ جابها سحيح نعطي لوكاتو في الأخبار أيضا روسيا غاضبة جدا من الكيان الصهيوني وتقولهم باللي وش راكم ديروه قحف الفلسطينيين جريمة كبرى ولا يحقوا للكيان الصهيوني أن يدافع عن نفسه لأنه البلاد أصلا ما يشتاعوا يعني كلمات قوية تقالت اليوم في الجمعية العامة لهائة الأمم نصرة لفلسطين في الأخبار أيضا أمريكا راي بدأت ترضخ أمريكا والكيان الصهيوني راي بدأت يرضخ إلى حماس وإلى الفلسطينيين ولكن يبدو أنه راح يكون هناك صراع بين أمريكا وبين الكيان الصهيوني لأنه لأنه الآن أمريكا راي حابة تتفاهم على حساب هذا الخبر راي حابة تتفاهم مع الكيان الصهيوني تقولهم بلي وقفوا إطلاق النار ويرجعوا يعني يطلقوا صراحة السجناء باش حماس تطلق صراحة الأسرع ولكن في نفس الوقت الصهايين يقولوا بلي عمرنا ما راح تحبسوا هذا الحرب وهذا الناطق الرسمي بيسم هذا أيضا وزير الدفاع قالهم بلي حتى لو كانت جاء أمريكا ضدنا هذا الحرب ما راح نوقفوها وطبعا السياسيين والمواطنين تحهم رامي طالبوا نيتانياهو بضرب الفلسطينيين بالنووي يعني واحدة الحمق على واحدة الدرجة أمضانين بليلو كان يضربوا غازة بالنووي موش راح يتأثرهما أخيرا في الأخبار الرياضيين الجزائيليين وأيضا التواسك كان لهم موقف مشرف جدا بعد فوزهم في الأولمبياد بباريس كما شفتوا خوتي تفاصيل مهمة للغاية طبعا راح نحاول نختصركم في كل خبر باش ما نطول شعليكم قبل ما نبدأ في تفاصيل فيديو خوتي أرجوكم الدعمونا بالضغط على زي الإعجاب ألا باكم كما أن هذا الأمر مهم راح يدعمنا نصدر كل حملات السينيال شكرا جزيلا لكم بداية في الفيديو الأول راح نبدأكم بفيديو تاع يعني رياضي جزائري أغضب الفرنسيين كثيرا لأنه دافع عن القضية الفرنسية الفلسطينية فور فوزه بالميدالية الذهبية في سباقة والآن راسيس تعلي فرنسي كومبليامي هجم فيه كالك رياضي من أصول الجزائرية يثير وسخطا في فرنسا العداء الفرنسي محيي الدين مخيسي قارن بين المجازر لدارها النازيين وأحداث الهولوكوست يعني قارن المجازر اللي دالها نيتون يوو بالمجازر اللي راهي تنديرفي عند الفلسطينيين لأجلك مخيسي أكد أن تجاوزات نيتون يوو أكثر إجراما من محرقة اليهود الشهيرة يعني جديدة اكتدافة على فلسطين بكل قواه هذا الأمر طبعا أغضب الفرنسيين كاملة هذا العداء خوابته هو الجزائري في عمر 38 سنة ويعني من ولاية أم عسكرة هذا الرياضي متحصل على ثلاث ميداليات أولمبية في بيكين 2008 وفي لندن 2012 وأيضا في ريو دي جانيرو عام 2016 يعني هي المصدر تعد الخبر العداء أيضا توجي بطنا لأوروبا خمس مرات يعني بطن كبير مش نادر عليه واحد وخلاص أربع مرات منها في سباق ثلاثة متر وأيضا مرة واحدة في سباق الألف وخمسمائة متر على حسب موقع القدس العربي الآن شوفوا معي هذا الفرنسيين كيف هي هاجموا بدوي هاجموا عليه يعني مسؤولين فرنسيين كبير مثل قصة كنب بنزيمة تماما هذا البغل واسمه أرنو روبينيي وهو عامدة مدينة ريميس قال أن هذا الشخص قد ارتدى قميس منتخب فرنسا أشعر بالخجلين مدينتنا ليالها من خسارة له لأنه دافع على القضية الفلسطينية هذا البغل أيضا وزيرة الرياضة الفرنسية عبرت عن خجلها وعن صدمتها هذا الفرنسي كما قلت لكم عبرت عن انزعاجها من موقف خيسي وطبعا خاتلين تفاجئوا جي من هذو الموسخين تالي فرنسي اللي طوحيتهم وموسط عمرين الجزائريين ومزروا إلى الآن يفطهدوا الدول في إفريقيا ويحقوا فيهم مثل الكونغو روحوا وحاوسوا إلى الكونغو وشوفوا بعينكم فرنسا وشاي ديرا فيها والنيجر أيضا والكثير من الدول طبعا مش حيكون عندها موقف إنساني مشرف الشياطين عايشة في وجههم هذه أيضا قلت لك عبرت عن انزعاجها ووصفتها بالصادم الخبر كي شافت بلي الرياضي العام الجزائريين أيضا عدنا عاميليا أودا كاستير وهي وزيرة الرياضة الفرنسية نفس اللي احضرنا عنها يوم قبيلة قال لك هذه المقارنة المسلية تثير الإشمئزازة وتبعد عن قيم السلام العالمية التي ستدافع عنها الرياضة دائما كقيم الأولمبيات التي تمكنت من تسيدها لدى مواطنها أولا أنت وزيرة الرياضة وش دخل عمارك في البوليتيك السيد عبر على رأيه وقال بلي المجازر اللي يديرهم الكيان الصهيوني في الفلسطينيين هي أسوأ من المجازر لدرتها ألمانيا وعنده الحق قد تقول لي على الأخرين كانوا يرجعهم صابون ويحرقهم حيين ربما هذا العمر صحيح يا خاتي ولكن الآن العالم كله رح يشوفه يعني كل العالم يقدر يوقف هذا المجزر ولكنهم لا يتحركون فهمتوا خاتي عليها أسوأ بخصوص الرياضيين أيضا كان هناك موقف مشرف للاعبة الماهرة التونسية اللي ربحت في مباراة التنس على المنافسة تحها فوندور سوفا وشوفوش جالة خاتي اتبكي خاتي إذا ما أمور ما ربحت سويسوة هذه بطولة العالم جاهدة يسقصيها هذا الصحفي ولا مش ركي تحسي قلت لهم قلت لها ركي فرحانة قلت لها قلت لها أم بوسي منكم فرحانة راني كل يوم نشوف الأطفال والأبرية يموتوا كل يوم عميرهم رأيتها درع لا صحيحي نخاتي شوش قالت مرة إنه 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 لذلك لقد أتحرق لقد أتحرق لقد أتحرق من المالي ل قلت لهم ما لكي راني شفت هذه المجازة الكمبلي عاولت نقوم بالتبرع بجزء من المال اللي راني ربحته الآن في هذه البطولة إلى الفلسطينيين وبعدها بدأ الجمور بالهتافة قلت لهم قلت لهم من قداش نكون فرحانة بعد ما شدت كل هذه الفيديوهات اللي رميسوفروا فيها أخواتنا الفلسطيني وقلت لهم اسمحوا لي لكم جيتوا وتتفرجوا التينيس على باري أخواتكم تحقموا غير في التينيس ولكن من قداش نكون سعيدة وراني يشوف كل يوم فلسطيني يموتوا وحقا موقف مشرف في الأخبار نحن نشارك معكم في فيديو لصهيوني يعني هدد المغرب وأيضا هدد الماء بأنه سيفضحهم لو لم يقوموا بالدفاع عنهم الآن شوفوا الفيديو حقا صادم كل مدينة إسرائيل لتفق اتنسي إيران لاختوف اتنسي كتار لأسود دفارهم اتكل قرمية خم خلوني نقراركم ديراكت يعني هذا اللي غير نسمعنا هذا اللي قال لهم بلي لقد خسرنا المعركة الإعنامية أيضا نوجهوا إرهاب حماس يعني طبعا هم يسموا إرهاب حماس لوحدنا أين أصدقاء إسرائيل في المغرب مثلا شو زاد قال أين المتملقين من الحركة البربرية الأمازيغ يعني هنا رأي يهضر على المعكة يالك كم صرفنا عليهم من أموال وتدريب وهذه فضحة كبيرة خاطئ يعني يعني أنا رأي يقول بلي هذا كاين صحيون يصرف على المعكة الأموال من أجل التدريب تدريب من أجل ماذا هل من أجل الاستقلال يكريه دولتهم في الجزائر وفي باقي دول أفريقيا أيضا أهضر على المغرب وقال بلي رأي نصرفنا على المغرب الكثير من الأموال فأين هم عملائنا شوفوا الزاد قلقاتي لا نريد مقالاتكم ومشوراتكم على الشبكات الاجتماعية طبعا هم يدلوا مقالات زي ما يدعموا فيها كاين الصحيوني شوش قال هم هددهم أنزلوا إلى الشارع بمسيرات واحملوا أعلام دولة إسرائيل إذا لم تقفوا معنا في هذه المحنة ستندمون إسرائيل ستنشر كل ملفاتكم وفضائحكم يعني حتى ماليحب الدعم على بينهم بالدعم يجيش من القلب الدعم التحام يجي بالتهديدات قالوا لو كان الآن ما تخرجوش في احتجاجات تدعموا فيها الصهاينة رأنا راح ننشر ملفاتكم وفضائحكم شفتوا كاين الصحيوني كفية عام الخبطي قالوا إسرائيل لن تخدعوها يا خوانا نحن من صنعناكم ودعمناكم يعني الصهاينة هم من صنعوا المغرب على حساب هذا الصهيوني وفي هذه أنا أتفق معه خواتي ردوا بالكم ردوا بالكم تقومون بالتشبيه بين الماك وبين القبيل التانى يعني القبيل التانى من أشرف العبادة على وجه الأرض الآن يلا راحوا للخبر الآخر الآن أمريكا راي بدت ترضخ إلى حماس وإلى فلسطين لكن لي كاين الصهيوني رأي آخر قالت نيويورك تايمز قالت عن مسؤولين أمريكيين المفاوضات بواسطة قطر مستمرة لإطلاق صراح المزيد من الرهائن يعني هذه أمريكين قالتها هذا أمر شمعنتها خاطفي نيويورك تايمز قال لك عن مسؤولين أمريكيين قال لك بلينكين هذا وزير الخارجي الأمريكي في علامة تراجع واضحة سيحث إسرائيل على قبوله هدن مؤقت للسماح بإطلاق الرهائن وتوزيع مساعداته لكن هذا الأمر أغضب أكاين الصهيوني وشوفه وش قال وزير الدفاع حول هذا الأمر كما العادح نقرأكم سوتي تراج ديركت قالهم في الحرب الهدف رئيسي هو الفوز كل شيء آخر هو شيء ثانوي بدأت الجهود على الأرض عندما كانت ظروف مناسبة والتي شملت الظروف المادية للقوات الجوية والمدفعية وجهزية تلك القوات وأيضا توقيت عوامل رفيع أخرى ليس لدينا خيار هذه الحرب لا خيار آخر فيها نحن بحاجة للفوز في هذه الحرب بأي ثمن مهما طال الزمن حتى لو لم تتم الموافق عليها من قبل بعض الدول الأخرى هذه مهم فسوف نستمر حتى نهزم حماس يعني يقولهم حتى لو كان أمريكا بنفسها تعرضنا رح نستمر في هذه الحرب حتى نهزم حماس ويبدو أن هذا الأمر سيكري مشكل بين الصهاينة وبين أمريكا أيضا فيها الأخبار ومن ناحية الصهاينة رأي تنتشر كل يوم فيديوهات مثل هذه ولكن القوار المنعولين سيكتين على هذا الأمر شوفوا هذا الفيديو لوالدة مجند إسرائيلي قلت لهم باللذوق غير يرجع الرهين تعنا نقوم بقنبلة كل غزة يعني يموتوا فيها بالنووي الحمقة هذا بعد أن نجبل لي قناة بالنووية رح تأثر فيهم هم أيضا وراد ياسيون رح تلحقهم شوفوا واش قالت خليني نقرأكم خوتي قتلهم الأبرياء الوحيدين في غزة الآن هم ال229 الرهينة لأنهم محتجزين عند حماس بمجرد عودتهم لإسرائيل شو كدير يا خوتي عنده هذا النيف سنقصف مستشفى الشفاء وجميع المستشفيات وجميع الأنفاق وسنقتلهم جميعا حان الوقت والعالم يدركوا هذا الجدال فيها نحن مركز العالم اليوم يا شو ذي الكلمة كديرا وزادت قيلتها ويكره العرب خوتي يسمو نحن مركز العالم اليوم نحن مركز العالم مش كون يخمم هاكم الغير النازيين اللي كانت عندهم لعلك السامية أكم سمع أخوتي قلتهم من النهر إلى البحر هذه الكلمة أصلا يقولها الفلسطينيين يعني سرقوا الشعارات سرقوا الأغاني وسرقوا الأرض سرقوا كلش لعنة الله عليهم الأخبار الأخرى راح تكون بشكل مختصر جدا الآن كانت هنالك جلسة طائرة جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة وروسيا دافعت فيها على فلسطين وقالت بلي إسرائيل ما عندهيش الحق تدافع على نفسها لأنها راهي تحقر في شعوب مضطهدة وذيك الأرض هي أرض فلسطين وعليه كل ما تقوم به كي يصهرون الآن من هجمات على الفلسطينيين هي هجمات إرهابية وجرائم لا تغتفر وزيد كشف الأكاذيب التحم أيضا قالهم الآن انظر إلى الصور القادمة من قطع غزة التي تحاول إسرائيل تسويتها بالأرض منذ ثلاثة أسابيع فقط وسترون مباني ومستشفيات ومدارس مدمرة ومحترقة بالكامل ثم سقصة يعني هذاك في المجلس طارئ سقصة للحضر قالهم كم مرة أدنتم القتل الممنهج للمدنيين الفلسطينيين كم مرة حاولتم عقد اجتماعات لمجلس الأمم لهذا السبب نفس الكلام اللي قاله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يعني قالهم انتما خضرف قطعام شحال ما المرة ديت قرارات وشحال ما المرة قمت في تجريم الصهاينة ولكن عمر هالأمور متبدلت حان وقت تغييركم كلكم تحت شعار يتنحى وقع الآن يلا نتحدثوا على الدولة العربية التي قطعت العلاقات مع كينا صهيوني بعدما كانت مطبعة والإجابة هي البحرين خاتي ما تقولوا ليش بقلتوا للإمارات لن يكتب الإمارات نارب لي السيدة لا علاق له بالسياسة ولا علاق له بالأمور السياسية قال لك عننا مجلس النواب البحريني يوم الخميس أن السفير الإسرائيلي غادر المملكة البحرينية فيما عاد السفير البحريني من إسرائيل إلى البحرين كما أكد المجلس البحريني أن البحرين قررت وقف العلاقات الاقتصادية مع كينا المحتل تماما مثل ما فعلت تركيا ليس هذو البلدين الوحيدين لقطع علاقاتهم مع كينا الصهيوني مؤخرا هناك ثلاث دول أخرى تشيلي، بوليفيا وأيضا كولومبيا شعركم خاتي في هذا الأخبر خبرونا لكم في التعليقات هذا كما قلت لكم في الأول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يسامح إسبانيا بعدما كان لها موقف مخزن بخصوص الصحراء الغربية يعني إسبانيا ولوقت طويلة كانت متفقة مع رؤية الجزائر لأمور الصحراء الغربية وكيف أن المغرب رأي محتلة الصحراء الغربية لكن مؤخرا يعني بعدما قامت تم إقالة رئيسه ولا راهي راح تتم إقالته رئيس الوزراء التحم شانسيزا الجزائر بدأت تخمم في عودة العلاقات ولكن ما كانش عندها سبب وجهها آخر ولكن مؤخرا النواب الإسبان والمسؤولين الإسبان الكبار كانوا يدعموا في القضية الفلسطينية هذا الأمر أفرح الرئيس عبد المجيد تبون وأفرح الكثير من الجزائريين الأمر الذي خل الرئيس عبد المجيد تبون ينسى الخلافات السابقة بين الجزائر وإسبانيا ويقرر عودة العلاقات بين الجزائر وإسبانيا هو الرئيس تبون تحدث في وقت سابق وقال باللي لا العلاقات بين الجزائر وإسبانيا رأي مليحها ولكن كلنا نعلم أن هذا الأمر ليس صحيح لأنه توقفت الكثير من التبادلات التجارية بين البلدين لكن الآن راح ترجح العلاقات تماماً مثلما كانت في السابق راح تعود الشركات تاماً مع بعضها وأيضاً اللي راح يتساءل من الجزائر كانت صح قطعة وما كانت صح قطعة العلاقات مع إسبانيا هولك الدليل قاطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع إسبانيا سنة 2022 على خلفية تغيير رئيس الحكومة الإسباني بيدرو شانسيز موقف مادريد في قضية الصحراء الغربية ولكن الآن الحمد لله رأي رجالة العلاقات وقالت تقول لي لا الحمد لله كانت كثير من الأمور المهمة بين الجزائر وإسبانيا منها يعني خسارة اقتصادية كبرى لإسبانيا وأيضاً للجزائر فمن الجيد عودة العلاقات الآن خوتي كان هذا الفيديو صراحة لنا والله ما قدرت نكمل كله خوتي لهذا الحيوان السعودي يقطع فيه الفلسطينيين وقاعد يقول بلي هم وما هم شمول لك الأرض وذيك الأرض لإسرائيل وانتم حيوانات وشياطين الأمر اللي ما فهمتوش هو وش ديرونك الفلسطينيين وعلى رق زعفين منهم لهذا الدرجة هم لرام يموتوا الآن يعني حتى أنا ما جيش عندي علاقة جيش بين البعيد نغزر ما عنديش سبب عليها نكره الفلسطينيين لكن هذا السعودي طاح لهم وقالهم بلي في الحقيقة اليهود رنباني عامنا هم بإخواننا ويجب على كل العرب أن يدعموهم لهذا قلت لكم خوتي بلي مؤخرا ولا تشرفنيش أني نكون عربي صراحة بخصوص يا رجل الدعاء في السعودية بخصوص السعودية خوتي يعني كنت ظلمت وحد السعودي أنا ثاني قطعت عليه الصباح هو كان يقول بلي يودرهم غام منا ما خلنا منش مان بنا ندعم أخواتنا في فلسطين ونظر نيتو باللي هو كان يعير في الفلسطينيين أيضا لأنه صراحة السعودية في الأيام الأخيرة شفنا منهم غير الخنز وشفنا منهم العدوة لإخواننا الفلسطينيين ما لحبيت نعتذر لهذا الشخص هو العقيد رابح العنزي فالحقيقة فقط لهذا الأمر فقط من التعليقات اتعاكم أخوتي شكرا جزيلا لكم هذا الشخص كان يوضح لهم باللي في السعودية لو كانت تدعي لنصرة الشعب الفلسطيني حرام عليك هو أيضا ممنوع قانونا يعني أمور ولات بزارة هذه هي المواضع أنا حبيت نشاركها معكم في هذا الفيديو خاطئ نشكركم جزيلا شكرية على المشاهدة وسنلتقي مع المزيد من الأخبار والمواضيع إن شاء الله إلى اللقاء